محمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومي ظل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كتاب الجنائز الموت وعند الموت وبعد الموت هذا الكتاب الجنائز نقسمه ثلاثة أقصى قبل وعند وبعد نعم قبل عيادة المريض قبل الموت يعني المريض حقق المسلم على المسلم ست منها تعود وإذا مريض تعود يعني تكرر عليه الزيارة نعم تمام كيف نعود المريض كيف نزور المريض تأتيه في وقت الزيارة هذا يأتي للمريض الساعة الحادي عشر في الليلة أو الثانية عشر يصح يأتي في وقت تناول الدواء يصح يأتي في وقت الزيارة المحدد للزيارة مثلاً الساعة الرابعة عصراً مثلاً نعم لا يطيل البقاء عنده لا يجلس ويأكل ويشرب لا زيارة خفيفة خمس دقائق ثلاث دقائق ويمشي نعم ماذا يقول له لا بأس طهور إن شاء الله يعني هذا المرض يذهب ويطحر الذنب بعض الناس يدخل على المريض وماذا يقول له قال والله أنت مسكين والله ما تستاهل لا تستحق هذا والله وأنا والله ما استطيع أصنع لك شيء أنت تعرف بريطانيا وكأن هذا أرحم به من الله والله كأنه يقول سب اعترض على القضاء والقدر نعم يقول هذه ليست مستشفى أصلاً هذه مقبرة قبل أسبوع كان هنا واحد من أصدقائي ومات وحرقوه أيضاً حرقوه يعني ما وجد له قبر يحرقوه وانت إن شاء الله يحرقوك والله هكذا يدخل للمريض يقنط من رحمة الله لكن هذا درس كتاب التوحيد يدخل على المريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس طهور إن شاء الله قال عليه الصلاة والسلام عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير هذا يقول كل يوم تعال أنت صحيح أو لا؟ صحيح بعض الناس شيطان لا أشد من الشيطان هذا قبل الموت عند الموت عند الاحتضار لا يأتي المثال على المرسل لا يأتي مشكلة إنسان في فراش الموت أنت تشعر أنه يحتضر أو ترى أمامك البيت مغلق زجاج وترى أمامك يحترق ماذا تصنع؟ تقول لا إله إلا الله تذكر الشهادة لكن بلطف لأن هذا مريض الآن يحتضر تلقن بلطف ترقن مرة ما تلقن أترك قليل ثم الثانية ثم الثالث هكذا بلطف فإذا تحققنا من موته تغمض عينيه تلين مفاصله نعم ولا بد نتحقق من موته لأنه ممكن لم يموت نعم ونبدأ بعد هذا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه يصلى عليه نقف عند رأس الرجل يعني الآن هذه القبلة الرأس عن اليمين والرجل عن الإسار مفهوم؟ نعم ويقف الإمام عند رأسه يكبر الله أكبر نعم يقف في وسط المرأة نعم كأنه الإمام يعني يسترها عن الناس الله أكبر يستعيذ يبسمل يقرأ الفاتح من دون دع استفتاح نعم وإن قرأ آية فأكثر أو سورة صح نعم الله أكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمي اللهم صلي على محمد أذن تشهد الله أكبر ويدعو للميت والأولى أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر سلم تسليمة أو تسلمتي ثم يحمل إلى القبور نعم والله أعلم وصلى الله على النبي ومحمد علی الصحبه وسلم جزاكم الله خير